ننطلق لموضوع آخر وموضوع هام جداً حقيقة هو جهود الدولة في تبطين وتأهيل الترع هنتكلم تحديداً عن محافظة المينيا واللي قرار بتنتهي من المرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بتضم 206 ترع بيتم تأهيلها وتبطينها بتكلفة مليار و 800 مليون جنيه احنا معنا دلوقتي على تريفون مهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الرأي بالمينيا صباح الخير راح ديك يا دكتور وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا أستاذة بسانت وصباح الخير أستاذ الممانا وكل سنة وحضرتكم والشعب المصري الطيب بمناسبة ذكرى الأسراء والمرحة كل سنة وحضرتك طيب يا فندم يعني في البداية يا فندم محابين نؤكد على المشاهدين ونوضح أهمية هذا المشروع مشروع تبطين وتأهيل الترع وأيضاً حجم المساحة المستهدف تبطينها وعدد الترع المندرجة بالقطة في محافظة المينيا تحديداً يعني احنا عارفين أنه بشكل عام في هذه الخطة وعشرين ألف كيلو متر المطلوب تأهلهم وتبطينهم لكن في المينيا تحديداً يا فندم كما تفضلت يا حضرتك المشروع ده من المشروعات المهمة جداً ده من مشروعات حياة كريمة اللي بيتبنىها بحقامة السيد الرئيس واللي احنا بنشكره عليها هذا المشروع اللي هو تأهيل وتبطين الترع ده عدة مميزات كبيرة لكن قبل البداية في مميزات هذا المشروع نوضح بعض الأشياء عن محافظة المينيا محافظة المينيا طبعاً هي من أكبر محافظات الجمهورية بالنسبة للزمان الزراعي حوالي 650 ألف فدان بالإضافة لي استصلاح أكثر من 150 ألف فدان اللي بيقدمها عدد ترع يزيد عن 800 ترع بإجمال أطوال 3200 كيلو منها ترع توزيع لترع صغيرة 2500 كيلو هذا المقرر إن شاء الله تأهيله على مدار الثلاث سنين قادمين إحنا بدأنا في المينيا هنا بحوالي وصلنا حالياً 822 ترع دولا بإجمال استصمارات حوالي 20 مليار 400 نفذنا في المينيا حوالي 465 كيلو المستعدة إن شاء الله لغاية 36 القادم إن شاء الله نتعد بقى 600 كيلو نسبة تنفيذ تصل لحوالي 64% حالياً طبعاً بالإضافة إن إحنا وعدنا معادي الدكتور الوزير محمد عبد العاطي إن إحنا سنصد بكمية المطوحة في الميناء قبل 36 لحوالي 1000 كيلو إن شاء الله نتعد بقى 300 جميل من حضرتك هو طبعاً ليه إختار الترعب ليه عدة توليويات منها أساساً الترعب المتعبة بالإضافة إلى الترعب الزماماتها الكبيرة وبها بعض المشاكل في نهاية الترعب لأن في الآخر الغرض من المشروع أو المستعدة من هذا المشروع تحديداً أولاً أساسي هي عدالة توزيع المياه يعني وصول المياه لنهايات الترعب المتعبة وبالإضافة لتغفيد تكاليف الصيانة القصة بالترعب وتحسين البيئة والنحية الجمالية وعادة القطاعات التصميمية للترعب الوضع الطبيعي لتوفير المياه المقدرة طيب باش مهندس يعني الحقيقة هذا المشروع بيستهدف توفير فرص عمل وأيضاً بيزيد من نسبة الأراضي الزراعية المكتسبة عايزة عرف من حضرتك حتى الآن قد إيه دعنا نوفر فرص عمل وهل هناك حصر الأراضي الزراعية المكتسبة؟ هو فنديم حركة مبدئياً هو كل كيلو من تأهيل الترعب يتم توفير فرص عمل لأكتر 150 ده مع كل في كل كيلو؟ كل كيلو 150 عامل ما بين عامل وما بين فني وما بين مهندس وما بين سائق مؤدات فبالتالي حضرتك يعني الرقم كبير جداً بالنسبة من المشروعات الكثيفة العمالة وبتعمل على توفير فرص عمل خاصة في المناطق المناطق اللي محتاجين فيها لفرص العمل الكبيرة طبعاً من حضرتك الوضع الطبيعي بعد تأهيل الترع احنا بنستعيد بعض الأراضي اللي كان متعدة عليها خاصة فيه على جسور الترع والمنافع لأنه نحن بنعيد وضع الجسور وضعها الطبيعي فده مشروعات المشروع اللي فيه عائد كبيرة على المواطن وبنفس الوقت ليه مردود شعبي ومردود عند بلاد الجميل عالي جداً ورضى كامل عن هذا المشروع طب مشروع زي ده كبير محتاج أنه يبقى فيه أوجه تعاون كبيرة بين مختلفة في الجهات يعني إيه هي أوجه التعاون بين حضراتكم طبعاً في وزارة الرأي والجهات التنفيذية في المحافظة طبعاً احنا على تعاون كامل مع جهزة المحافظة في كل المجالات لكن بعد المشروع تحديداً لأنه طبعاً يعتبر من المشروعات الرئيسية في حياة كريمة وده بيتم متابعة مشروعات حياة كريمة بلغاية المحافظة اللي هو سامر قاضي محافظة المينيوم أسبوعياً فيه اتماع يوم الأربع بيتم فيه تنصيق العمل ومتابعة العمال اللي بتتم بالإضافة أنه هو المشروع ده لابد له عشان نقود بالفايدة الكاملة عليه أنه هو بيؤدي لتحسين الوضع البيئي عامة في القرى من خلال حياة كريمة فبيؤدي إلى وقف أي نوع من التعاديات أو القاء المخلفات تاخل الترع نتيجة تحسين وضع القرية المصرية ضمن مشروع حياة كريمة باش مهندس أكيد فيه تحديات وجهتك فيه تنفيذ المرحلة الأولى عايزة عرف من حضرتك التحديات اللي وجهتك وأيضاً زي بيتم العمل عليها عشان تقدروا يعني تعدوا بيها في المرحلة اللي جاية مرحلة التانية عايزة عرف من حضرتك إيه المرحلة كمان القادمة من مشروع تبطين وتأهيل الترع في المنية تحديداً هو إن شاء الله زي ما قلت حياتك ده في جداء إنه إن شاء الله مقرر إنه نحن نصل فيه أولاً لأنه حالياً تقسين تبعون في 30 كيلو اللي إحنا شغالين فيها حالياً وفيه تجهيز ده أو مش تجهيز ده إن شاء الله تنتقفل اعتمادات المالية لحوالي 60 كيلو في مركز ملاوي ومركز ملاقة بالإضافة لنتجاري تجهيز 70 كيلو أخرى في مركز سامالوك للطرح فإن شاء الله نعمل النصل إن شاء الله في المرحلة الجاية إنه نصل في المنية لألف كيلو لنطرحها ونبتدي في تنفيذها إن شاء الله التحديات طبعاً هنا كانوا تواجهنا موضوع التنفيذ اللي هي التعديات على المشروع إن بداية التعامل أو الناس تحس بهمية المشروع فبدأت مع بداية المشروع وبداية النتائج اللي هي تمت من خلاله من وصول نياه للنهايات ودي كانت نقطة رأسية بدأت الأمور في قناعة لهمية هذا المشروع بل في ضغوط علينا من الجهات مختلفة منها مواطنين مباشر أو من بعض سادة النواب لإدرك بعض الانتراع في دوارهم لهذا المشروع طبعاً يعني فندم إحنا حقيقة مجهود كبير جداً وهذا مشروع ومشروعه هام يعني بيهدف لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية بشكل كبير نشكر حضرات جزيز شكراً للمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمينيا مشكرك يا فندم شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر